ماديش فاكرها دي اللي هي ممكن في فطلة أنا كنت ماسك فلق 18 و 20 سنة في النادي الآن وأنا كنت شغال مع الولاد تحت بشكل كويس كان الفلقتين وكان فيه اندماج بالنزمة لفلقتين بس ده من زمان قوي يعني كان الفلقة بتاعت 18 كان فيها إبراهيم سعيد وأحمد بلال وهاني سعيد يعني فلقة كان الفلقة كويسة وأنا في اسكندرية كلمني كابتن طارق سليم ورحمة الله علي قال لي كان فيه تسبل هو اللي كان ماسك الفلقة وخدوا قرار مجلس دارة ان تسبل يمشي وكان كابتن طارق بقى هو المشف عالكورة وجبني أنا موديل فني كلمني بالليل كنت أنا في اسكندرية جيت القاهرة وأعدت معاه واتفقنا يعني كان موجود مع تسبل كان موجود الكابتن أحمد مايل وكان موجود إكرامي وكان موجود أسامة عرابي فلما أنا جيت هو عادت يعني كان موديل فني قال لي مختار فيه الجهاز اللي كان موجود فيه كابتن أحمد مايل كابتن أحمد مايل كان موديل بلي قلتون لأ كابتن أحمد مايل صعب جدا أنه طبعا يشتغل معايا مساعد كابتن إكرامي قلتون إكرامي إحنا صحاب فبرضو دي هتبقى يعني الأفضل أن أنا أجيب حدي تاني يعني هتبقى صحابه يعني برضو كانت التجربة لسه شوية فأنا فضلت أن أنا أجيب حدي يبقى الأمول أسهل شوية بالنسبة لي وبالنسبة له اختلت حسام البدري واختلت أحمد ناجي وقلت أسامة علابي يفضل معايا وفضلنا إحنا الأربعة متواجدين واشتغلنا خطلة من فترات وابتدئنا الدوري كان أول ماتش كان مزال عدينا وتعادلنا واحد واحد طبعا أنا كنت برضو يعني أنا كنت بعيدة عن الكرة لأن أنا كنت بشتغل بره وجيد فبرضو الكابتن صالح على ما أظن يعني قلق شوية فأتكلم كان فيه فيسا اللي هو المدرب الألماني وكان له علاقة فيه فاتفقوا أنه هو يجيب مدرب ألماني أول ماتش أنا تعادلت في مزال عدينا تاني ماتش سفلنا المحلة وكسبنا هناك اتنين سفل اتنين ده ماتش المحلة ماتش صعب جدا كان صعب جدا جدا تالك ماتش على طول كنا باللعب الترسنة كان لسه بطريكها في الترسنة كسبنا البع صفل في الماتش ده كان المدرب يعني بتاني مسكت ماتشين ماتش تعادل مع مزال عدينا وكسبت المحلة وكسبت الترسنة وكان مفوت أكمل طبعا يمكن حصلت السنة دي لما جاء مدرب الألماني يشتغل معايا شوية كان مدرب لاجل طيب يعني واشتغلنا سنة والسنة دي خدنا فيها كاس مصر نخدناش فيها الدولة الدولة لاحظ زماني تاني سنة كان مستر مانويل جوزي جيبها ابتدت برضو اشتغلت أنا معايا وحسام وناجي وقسام عربي يعني نفس الجهاز وكملنا كملت أنا معاهم سنة وانا يعني في آخر السنة دي اعتذلت لكابتن طارق سليم وطول أنا يعني صعب ان انا بقى اشتغل تاني كده وبتاع فانا ان شاء الله ما اقتنعتش ان انت تبقى موجود مع مانويل جوزي اشتغلت معايا سنة ما اقتنعتش تكمل لا انا يعني فضلت ان انا ماكملش وفعلا لوحتي اعتذلت مع الكابتن طارق والراجل قابل عزبي تاني سنة عطول بقى مسكت المحل لا